اهلا بكم من جديد بينما هنعود مرة اخرى للسياسة والوضع العسكري في الاقليم وبينما ما يزال الجيش الاحتلال يواصل حرب الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة احنا الارقام عدت خلاص 26 الف و 27 الف من الضحايا هناك حديث عن اقتراب التواصل لاتفخدنا لمدة 6 اسابيع وافراج متبادل على مراحل بين المحتجزين والاسرة في هذا التوقيت مبارح امس الولايات المتحدة قامت بضرب عدد من الاهداف في سوريا والعراق حوالي 85 هدف قالت انها تابعة لميليشيات مدعومة من ايران وذلك ردا على الهجمة التي قامت بها هذه الميليشيات او فايلق القدس لطائرة بدون طيار واستهدفت موقع عسكرية امريكية على الحدود السورية الاردنية الاسبوع الماضي وقتل فيه 3 عسكريين امريكيين واصيب اكتر من 30 اخرين سياسيا وزيرة خارجية فرنسا وامريكا الى المنطقة مرة اخرى في محاولة لحالة الامور ويعني الاشراف ربما امريكيا على الصفقة الجديدة صفقة الهدنة الجديدة معي كالعادة العميد محمود محيددين الباحث السياسي في الامن القليمي سيد العميد اهلا بيك مرة اخرى 85 هدف قالت قال البنتجن انه استهدفها مساء امس او فجر اليوم في مساء امس في ضربات عسكرية على مواقع لميليشيات تابعة لايران كما قال البنتجن ما هي هذه الاهداف الاهداف اللي ضربت هو 85 هدف ولكن 85 هدف دي اهداف فردية اهداف يقيم فيها بعض عناصر الميليشيات عبارة عن تمركزات منتشرة في منطقة العراق وسوريا بالاضافة الى سبع معسكرات اربعة في سوريا وثلاثة في العراق لما نتكلم على الميليشيات حضرتك الميليشيات هنا لما نبص على الخريطة نلاقي ايران بعد حرب 2003 الحرب الامريكية وبعد الانتهاء من داعش كمان بمشاركة الميليشيات الشيعية التابعة لايران بدأت ايران تفتح ممر بري حضرتك عشان نعرف ليه الموضوع خطير جدا والموضوع هو قنبلة هتنفجر هتنفجر ان ايران اصبح لها ممر بري يمر ببغداد يمر بأرض العراق بالكامل تحت تأثير وتحت حماية الميليشيات التابعة عليها ثم يدخل الى الاراضي السورية ومنها الى لبنان الى حزب الله يبقى ده الخطر الايراني الخطر الايراني انها عندها قدرة دلوقتي برية انها تعمل امداد للعناصر المتعاونة معها في اراضي العراق بالكامل اراضي سوريا بالكامل اراضي لبنان حزب الله طيب الميليشيات العراقية نوعين هناك ميليشيات ولائية يعني هي ميليشيات تأتمر اعطط ولاء كامل للمرشد الاعلى للصورة الاسلامية في ايران ودول سموا نفسهم المجموعة الاسلامية او الجماعة الاسلامية وتتكون من اربع ميليشيات رئيسية ميليشي حزب الله العراقي ميليشي النجباء العراقية ميليشي حزب الله اللبناني ميليشيات الحوسي عشان كده هنجد ان كان هناك تزامن خطير جدا ان اثناء تنفيذ الضربة الامريكية تم استهداف مدينة صعدة في اليمن اللي هي مقر الحوسي في اليمن في نفس التوقيت وبنفس الامكانية وبنفس الطاقة وكان الغرض من هذا هو استهداف قائد او زعيم ميليشيا الحوسيين طيب باقي الميليشيات العراقية هناك ميليشيات عراقية بتنتمي لما يسمى الحجد الشعبي وهذه الميليشيات هي جزء مشارك في الحكومة ولها خلفية سياسية اذا الجانب الامريكي لديه بنك من الاهداف كبير جدا لكل التصنيفات اللي انا بتكلم عنها ولكن انا هتوسع شوية في فكرة لماذا الجانب الامريكي موجود في هذا المسلس على وجه التحديد ولماذا موجود في هذه المناطق بيحاول يوجد لنفسه توازن في هذه المنطقة كلها ولماذا الضربة الآن يعني منذ اندلاع الحرب في غزة كان في 158 هجوم تعرضت لها القوات الامريكية المرة دي حضرتك هي المرة اللي قتل فيها جنود امريكان واصيب 40 يعني قتل سلاسة جنود واصيب 40 وسؤال سيادتك سؤال مهم جدا لابد ان احنا نعرف اين وقع الحادث الحادث حضرتك هنا الحدود مسلس اللي هو الضربة الامريكية الضربة اللي تعرضت لها القوات الامريكية القوات الامريكية كانت على الحدود بين الاردن والسوريا في المسلس ده حضرتك ولكن هنا في لغط الجانب الامريكي بيقول قواتنا انضربت على الاراضي الاردنية الجانب الاردني بيقول لا ده الضربة كانت في الاراضي السورية طيب ايه المشكلة اللي هنا اللي ظهرها ان برج 22 ده داخل الاراضي الاردنية معسكر التنف على بعد 18 كيلو في داخل سوريا القاعدة في معسكر او برج 22 هي قاعدة استخباراتية امريكية ولكن المعسكر اللي موجود في التنف هو معسكر للقوات الخاصة الامريكية وتم امداده مؤخرا نتيجة الحرب في غزة وتكسيف الميليشيات العراقية الهجوم على المعسكرات الامريكية بالمسيرات وقنابل الهون والصواريخ فتم نشر حوالي 2000 جندي في المنطقة بالكامل امريكي من القوات الخاصة الامريكية منهم جنود تم تمركزهم في قاعدة التنف العسكرية يبقى دي هات نقطة لازم الناس تبقى فهمة التشابك هنا جاي ليه نيجي بقى للمواقع اللي تم استهدافها بزرط فان امس بزرط فان هنا عايزين نفرق ما بين المواقع فيه اهداف وفيه مواقع المواقع لما نقول موقع حضرتك يعني معسكر المعسكرات حضرتك اللي ضربت ضربت في الاراضي السورية اربع معسكرات ضربت في هذه المناطق المتاخمة كلها للحدود الاردنية في هذه المنطقة والعراقية واحد المعسكرات ضرب في منطقة وسط سوريا اللي كان موجود فيه قيادات من حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني وهذه معسكرات يعني الجيش السوري بيعترف بيها لانها تعمل على دعمه في عملية مكافحة الجماعات المنهضة للنظام السياسي السوري الثلاث معسكرات اللي ضربوا في منطقة الموسل حضرتك وفي منطقة مدينة القائم كل هذه كانت معسكرات حقيقية واقعية لمليشيات حزب الله العراقي وما يسمى عصائب أهل الحق كل دول ضربوا ولكن كان هناك اختارا أمريكيا للحكومة العراقية وهذا تحدث عنه الجانب الأمريكي بصورة واضحة ونفذ الحكومة العراقية نفته علشان تحافظ على استقرارها داخل العراق أمام المليشيات الموجودة لكن العراق أصدرت بيانا وقالت أن هذا انتهاك للسيادة العراقية وتأثير على الدور العراقي الذي تقوم به لمحاولة تهدئة محاولة التهدئة ومحاولة إقامة علاقة طبيعية مع علاقة المتحدة الأمريكية هناك ضغوط على الحكومة العراقية من أجل إنهاء ما يسمى المستشارين لأن المستشار حضرتك مش ممكن يكون عنده طيارة وعنده صاروخ وبيضرب معسكرات فده مش منطقي الجانب العراقي بدأ يخطط مع الجانب الأمريكي على إنشاء ما يسمى اتفاقية طويلة الأمد لشراكة استراتيجية يقوم بمقتضاها الجيش الأمريكي بتقديم تدريبات وتقديم أسلحة وتواجد أمريكي لنجدة الحكومة العراقية أو الجيش العراقي في إطار الأزمات لو إحنا بصينا على البرلمان العراقي المفترض أنه يصادق على مثل هذه الاتفاقية حنلاقي أنه متكون من ثلاثة مكونات المكون الشيعي وهو أغلبية والمكون الكردي والمكون السني المكون الكردي والمكون السني بالطبيعة هيرفضوا جلاء القوات الأمريكية لأنه يضامن لاستمرار طبيعة الحياة والشكل العام والاستقرار في العراقية هل كانت هذه الضربات مؤثرة بمعنى على هذه الميليشيات سواء حشد الشعبي النهاردة أتكلم على 13 أعتقد قتلوا في هذه المعارض فهل مؤثرة على الحشد الشعبي أو فيلق القدس أو باقي الميليشيات التابعة لإيران في الموضوع نظرا لأن الضربة اتأخرت لمدة أسبوع فكل الجماعات والمجموعات التابعة لفيلق القدس سواء في سوريا أو في العراق حضرتك بقى عندها قدرة على التخفي حجم الضربة المهول اللي حدث الضحايا كلهم حوالي 20 في الطرفين حوالي 13 في العراق و7 بس في سوريا المؤلن عنهم حتى الآن وإصابات محدودة والمعسكرات كانت فضية وبتصور أن الضربة هي ضربة معنوية ولكن هي ليست ضربة مركزة بمعنى الضربة المركزة لشان كده الجانب الأمريكي تحدث على أن الرد الأمريكي سيكون ردا متدرجا وعلى عدة مستويات مقصد الكلام ده إيه؟ أن الاجتماع اللي حصل في واشنطن مع الرئيس بايدن كان هناك الجانب العسكري والجانب العسكري في البنتيجون في سقور وكانوا متحفزين تماما لتوجيه ضربة مؤثرة حقيقية والجانب الاستخباراتي بقيادة وليام بيرنز رئيس السي اي اي ومجتمع الاستخبارات الوطني الأمريكي بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات المنفصلة في الجيش الأمريكي الجانب الاستخباراتي هو اللي تغلب من وجهة نظري هي الضربة دي هي ضربة افتتاحية ولكن أجهزة المخابرات الأمريكية خلال المرحلة اللي جاية ستصطاد أو ستغتال أو ستصفي كافة أزرع الحرس السوري الإيراني اللي بيعبس في الأراضي السورية وجزء منها في أراضي الاراضي هل ممكن تمتد هذه الضربة إلى الداخل الإيراني؟ مستحيل لأن إيران لها سبقى قبل كده عندما اغتيل سليماني وبالمناسبة هو وسليماني اغتيل في العراق ولكن هو بصفة قائد فيلق القدس الجانب الايراني رد بهجمة صاروخية منصقة مهمة جدا استهدف بها يعني معسكر عين الأسد اللي هو القاعدة الجوية ومعسكر عين الأسد الموجود في القوات الأمريكية وأصاب عديد الجنود الأمريكان وهناك قتل أمريكان لم يعلن عنهم فالجانب الإيراني الجانب الأمريكي له معه تجربة أي استهداف حققية للمصالح الإيرانية كان سيتم الرد بصورة مباشرة من إيران على أهداف عسكرية أمريكية سواء على الأراضي العراقية أو حتى في منطقة الخليج نذهب إلى باب المندب ومنطقة البحر الأحمر ماذا يحدث بعد الدربات الأمريكية أيضا والدربات البريطانية ما زال الوضع أنا كل ده بفكر في قناة السويس اللي عندها خسائر حتى مدير عام صندوق النقد الدولي تعدفت عن توقعها بخسائر بمئات الملايين من الدولارات في الفترة القادمة الضربة حضرتك ألقت بأثر مهم جدا على منطقة اليمن الضربة زي ما قلت لسيادتك هي استهاتفة 85 هدف من مجمل بنك الأهداف الأمريكية اللي موجود و7 معسكرات بالإضافة إلى منطقة هنا مدينة اسمها أو محافظة صعدة وهو معقل الحوسي معقل الحوسي هذا التزامن في ظل الضربة المركزة على سوريا والعراق والسهداف اليمن ده اللي بيفسر موضوع أن المقاومة الإسلامية المشكلة من أربع منظمات كبيرة بتتبع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية كان النتيجة حضرتك أن اليمن بدأ الحوسي كان بيستهدف في النقطة ديات حضرتك اللي هو شمال باب المندب من منطقة الحديدة أو ميناء الحديدة انقلب السحر بقى في اتجاه خليج عدم بقى حضرتك اللي هو خليج عدم اللي هو بيتبع الحكومة الشرعية يعني المنطقة ديات كلها كده ست محافظات تبع الحوسي وباقي اليمن ده كله تبع الحكومة الشرعية خليج عدم بيتبع الحكومة الشرعية فبدأ الحوسي يوجه أسلحته لضرب واستهداف البوارج الحربية الأمريكية والسفن التجارية العابرة في منطقة خليج عدم وبتعت تماما عن هذه المنطقة هنا الحديدة حضرتك لكن بدأ الاستهداف في هذه المنطقة لعملية خلط الأوراق هنا نوبعت خلص عن باب المندب الحوسي في منطقة الحديدة عشان ما تبقاش مستادفة طول الوقت وركز كل الصواريخ بتاعته لمنطقة خليج عدم برضو هيعطل الملاحة في البحر الأحمر ولكن تستطيع بعض السفن عمل مناورة خارجية وده اللي بتعمله الهند الهند حضرتك على سبيل المثال أنا بس هشرح لقطة مهمة جدا ليه بريطانيا رفضت المشاركة في الضربة أو قالت أنا مش هشارك في الضربة اللي في العراق بسوريا لكن أنا هستمر في التواجد مع الجانب الأمريكي وأنا حليف موصوق الجانب الأمريكي هنا بريطانيا بتقوم بدور كبير جدا في هذه المنطقة إيه الدور اللي بتقوم بيه؟ أولا لأول مرة بنجد أن سبع سفن حربية بحرية هندية متواجدة في هذه المنطقة البعيدة بتعمل مناورة وهي على صلة قوية جدا بالجانب الإيراني على فكرة بالمناسبة والصين نفس الحكاية بعتت قطع بحرية حربية في هذه المنطقة ولكن واقع الحال بيقول إيه في المنطقة دي أن التواجد وعسكرة البحر الأحمر ومنطقة داب المندب هو ضغط على الجانب الصيني على وجه التحديد ويصبح الجانب الغربي هو الوحيد اللي قادر على يعني إمرار أو حماية أو ليه ضغط على الجانب الصيني؟ الجانب الصيني حضرتك تجارته كلها اللي طلع من عنده دخل في هذا الممر الجانب الصيني لابد أنه هو يستخدم نفوزه على الجانب الإيراني لمساعدة الجانب الغربي في منع الحوسي من تنفيذ هجمات وبدأ النهاردة الجانب الأمريكي بالمناسبة يعني أنا بأكد لحضرتك أن مواجهة أمريكا لما يسمى محور المقاومة في نقطة مفسرة ليه الطيران البي وان كلها طلعت من الأراضي الأمريكية ولم تستطيع أمريكا إخراج طائرة من حوالي 9 قواعد حربية أمريكية في دول الخليج الستة تهاجم سواء في العراق أو سوريا أو في اليمن ده خط رجعة الأمريكان عاملية يعني إحنا بنقول أن كل الضربات دي لم تخرج من أي مواقع عربية من القواعد الموجودة في الدول العربية بالضبط يا فنم ولا في الشرق الأوسط بالضبط فنم الدول العربية طلع من أمريكا ولا طلع من البوارج وحملات الطائرات البي وان طلع من أمريكا طلع من أمريكا مباشرة الفنم هنا حضرتك فيه موضوع مهم جدا بيتم الترتيب إليه لإن هذا الموضوع أنا في رؤيتي أن الجانب الأمريكي حضرتك ما زال يترك للجانب اليمني ومحور المقاومة ما يسمى خط الرجعة خط الرجعة ليه الفرصة قبل الأخير فرصة قبل الأخيرة دي اللي بيدير هذا الملف على وجه التحديد الجانب الصيني مع الجانب الغربي الجانب الصيني دلوقتي بيتحدث مع الإيرانيين على أني لابد من التخفيض التصعيد في هذه المنطقة لأن الصين أحد المدارين النقطة التانية الهند تاني مدار طيب كل حضرتك منتجات النفط في الخليج وفي إيران بتذهب إلى منطقة مين؟ منطقة أسيا إذن هذه إحدى وسائل الضغط على الجانب الإيراني للتخفيض طيب في المستقبل إيه اللي بيخطط له؟ أنا لازم أقول المعلمة دي مهمة جدا أن مراكز الدراسات الأمريكية وخاصة مراكز الدراسات التابعة للاستخبارات الأمريكية بتبني الآن استراتيجية طويلة متوسطة الأمد وطويلة الأمد لخلق فكرة من التعاون في المستقبل ما بين إيران وإسرائيل واعتبر يا حضرتك ده سبق وهذا صدر في مقال لوليام بيرنز رئيس الإستقرارات أنا اللي يهمني دلوقتي البحر الأحمر صراحة وقناة الزوار تتعاون إيران مع إسرائيل تتخلق إيران مع إسرائيل يصطفلوا أنا عندي دلوقتي باب المندب البحر الأحمر إلى متى سيبقى هذا التهديد العالم كله لا يستطيع أن يقف تهديد القوة أنا قلت لحضرتك إحنا في اللحظة ما قبل الأخيرة ساتك أشرت الموضوع في منتهى الزكاء أن تزامن وصول بلينكين مع وزيرة الخارجية الفرنسية بؤرة الانفجار حضرتك هي حزب الله مع إسرائيل في شمال إسرائيل وجنوب لبنان هذه نقطة بؤرة الانفجار المرشح حضور وزيرة الخارجية الفرنسية من أجل تخفيض التصعيد من جانب حزب الله حضور بلينكين من أجل تخفيض التصعيد من الجانب الإسرائيلي خاصة وقامنا تكلمنا كتير في ده أن وزير الدفاع الإسرائيلي عملوا مناورات للجيش الإسرائيلي بكامل قوات وحتى القوات اللي صحبت من غزة من أجل العمل على الجابعة الشمالية زي الفرق 36 146 210 كل الأرقام بتاعت فرق القتال اللي موجودة في الجابعة الشمالية هم رجعوها دلوقتي وعملوا حاجة اسمها منورة في هذه المنطقة الغرض منها تدريب الهياكل العسكرية والهياكل المدنية على تنفيذ هجوم على الجنوب اللبناني ما يجري الآن بصورة حسيسة هو خفض التصعيد في منطقة الجنوب اللبناني لأن دي اللي حتبقى الحرب الكبيرة دي اللي حتستدعي أن الحوسي وإيران الجميع يدخل في المعركة فالزيارة اللي احنا فيها دي حيث ما قبل الأخير إلى متى اللي هي زيارة بلينكين ووزيغ خارجي طيب يعني هل إلى متى يستمر التهديد في باب المندب لو صدر قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإحنا بنومون في انتظار نفضل في هذا التهديد طول ما فيش قرار وقف إطلاقي طول ما فيش قرار لأن ده الهدف السياسي ده بتكلم في شهور يعني قناة السويس تنتظر شهور بقى في الوضع والله إحنا في نقطتين اجتماع باريس كان في نقطة الأهمية وده حضره طبعا كان بدعوة من رئيس رؤساء المخابرات رؤساء المخابرات وكان رئيس المخابرات بتاعنا موجود ونجم عنه مجموعة من الأفكار عملية الهدنة اللي هي 35 يوم على اعتبار ان فيه 35 سجين إسرائيلي هيخرجوا في المرحلة الأولى ثم عشر تيام يتم فيهم التباحث لهدنة مستمرة علشان الهدنة التانية مستمرة لمراحل بغرض ان احنا نصل الى فكرة وقف اطلاق النار الهدنة في حد ذاتها في تجربة الهدنة اللي فاتت حزب الله وقف اطلاق النار معنى ايه كلام حضرتك لو حصلت هدنة في غزة خلال عشر تيام الحوسي هيوقف اطلاق النار وحزب الله هيوقف اطلاق النار هدنة وليس ايقاف للعمليات ولكن الاختلاف الآن هو في الجانب الحمساوي حماس المكتب السياسي اسبعيل هانية والناس اللي في الخارج بالطالب بان احنا منقفش هدنة هزي الوقف كامل لإطلاق النار لان الجانب الاسرائيلي غير موسوق ولا توجد ضمانات دولية لان دائما انا اقول ان اي اتفاق لابد ان تكون هناك قوة وازنة للقوة العظمية للغاية المتحدة الامريكية وهذا غير موجود في ملف التفاوض الحالي طيب ما هو الوضع العسكري الآن في غزة الوضع العسكري الآن في غزة هنبدأ من الشمال للجنوب المنطقة الشمالية اسرائيل سحبت قوات الاحتياط بالكامل دلوقتي من قطاع غزة وبدأت المنطقة شمال قطاع غزة اللي هي محافظة الشمال ومحافظة غزة متواجد فيها الفرقة 162 وهي بتشتغل يعصن في قطاع مسؤولية المنطقة الجنوبية هي اللي بتقوم بالاعمال القنص او اعمال استهداف بصورة محددة وهي بتمارس ايضا اعمال في اجراءات فرض السيطرة العملياتية ولكن هذا فشل حتى الام لان عناصر المقاومة رجعت تاني تنفذ عمليات مؤثرة في هذه المنطقة واللي اكتر من كده حضرتك رجعت شرطة حماس تمارس المهم بتاعتها على الارض والادارة المدنية لحركة حماس رجعت تمارس من خلال مكاتب جديدة او مكاتب فرعية غير اللي تم هدمها بتمارس الاعمال المدنية مع السكان ودي صدمة كبيرة جدا في اسرائيل وفي بعض الانفاق كمان اعتقد بالضبط فاني صرف براتبات بدأت يعاد انفاق منين بقى هذا سؤال مهم منين لعندهم فاني مخزون وعندهم مخزون ونهاش على حالك المخزون جي منين بربعين يعني زي ما دخلوا المستشفى وقتلوا تلاتة مثلا في المستشفى مقدروش ان هما ده في الضفة الاربية في ابن سينة مقدروش هنا يدخلوا ويقضوا على خيادات حماس الخسائر الاسرائيلية فن كبيرة جدا الخسائر الاسرائيلية كبيرة جدا وحركة حماس زي ما انا كنت بتكلم عساتك دائما في الاول هي قدرت تعمل عملية توزيع استراتيجي للقوات وانه لا انسحاب اما النصر او الشهادة وهي حركة مقاومة بالدفع عن ارضها فالتضحيات بالنسبة لهم مش هتفرق كتير معهم على الرغم الخسائر الجسيمة التي تكبرتها حركة حماس بالنسبة للمنطقة الوسطى لها منطقة خانيونس ومنطقة دير البلح الضرب فيها حضرتك ما زال المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في منطقة دير البلح وخانيونس ما زالت مستمرة يعني حتى الان ما زال الجيش الاسرائيلي مطبق حصار شديد جدا على منطقة خانيونس وحنلاقي ان الخسائر الكبيرة كلها في منطقة خانيونس ومنطقة دير البلح تم سحب اللوة 55 اول امس كتابه بدأت تنسحب وده اخر اللواء احتياط كان موجود في منطقة غزة وهو اللواء مظل بالمناسبة من كتر الخسار اللي تعرض لها هذا اللواء لانهما برضو مزال الجيش الاسرائيلي ورئاسة اركانه حطى عنها على موضوع حزب الله واحتمال توجيه كل قوات الاحتياط الحربي نجل الان احنا بنشوف بنشوف الحدود بنشوف الحدود بتاعتنا بنشوف الخيم خلاص الناس على الحدود وكلام بقى ان المصريين بيدخلوهم كهرباء والمصريين بيدخلوهم ميا يعني فيه قصص كتير لقى هو المصريين بيدخلوا ميا حضرتك نتيجة المنحة الاماراتية المساعدات المساعدات الاماراتية جابت محطات تحرية لكن هنا الناس موجودة على الحدود هو ليس جريمة ان احنا ندخل المساعدات لا انا ما بتكلمش انها جريمة انا بوصف بظهف نيجي هنا ده ادي محور فلادالفي لامحور فلادالفي بقى اللي فيك كلام كله واللي الناس عايزة تفهم والناس ألأنا منه ليه أولا محافظة رافح الآن بقى فيها حوالي واحد ونص مليون ليه جاء وده رقم كبير جدا يا أستاذ الميز رقم كبير ضخم جدا الناس قعدة يعني شوفوا حوالك تخيالي اللي عايز يقضي حكته اللي عايز يعمل حمام اللي عايز يتعالج اللي عايز اللي عايز اللي عايز اللي عايز يأكل اللي عايز يشرب الناس كلها قعدة في العراء وفي مرحلة شتا وأمطار وصقيع ومهما كانت المساعدات اللي بتدخل فبكل تأكيد هي عايزة تتوزع على مجمل القطاع وأتصور إن اللي أكتر محتاجين دعم كبير جدا اللي في الشمال لأنه بقى لهم دلوقتي تلات شهور ما فيش معونات بتدخلهم مش عارفين عايزين إزاي طيب في محور فلاديلفي علشان يعني الناس كلها مشغولة بهذا الموضوع المحور ده حضرتك هو أقل من 14 كيلو يعني هو 13 كيلو 600 بس احنا بنقول مجازا 14 كيلو تمام المحور ده بعرض بعرض الحدود المصرية الفلسطينية المحور ده حضرتك عرضه قد إيه عشان الناس تفهم من 20 متر لـ 100 متر بس يعني كده يعني حاجة عشان برضو الناس عملة تتكلم محور فلاديلفي محور فلاديلفي ده في حاجة ما بين أي دولتين حضرتك أنا من نهاردة حضرتك أنا مكان مساتك وقفة كده أنت دولة وأنا دولة أنا بعمل إجراءاتي حضرتك وبحط الصور السلك بتاعي الممانع اللي بيثبت حقيتي وملكيتي حضرتك ما بتجيش تحط الصور بتاعك على مسافة متر مني لازم ترجعي على أقل 20-50 متر وتنشئ الصور لأن دي حدود دول بتبقى بقى في بعض الدول الحدود ما بينهم بعضها ألف ومائة كيلو زينا وليبيا مثلا دخلنا في ألف ومائتين أنا والسودان دخل في ألف وثلاثمية أنا وإسرائيل ما أنا دخل في أمتين لما نشيل الـ 14 كيلو دول يبقى أنا أمتين واربعة كيلو على الحدود لو خدنا الخريطة مصطرة لو ما خدناش الخريطة مصطرة تبقى للتباب والجبال اللي ما بيننا وما بين إسرائيل بنوصل لـ 245 كيلو فالنهاردة لما باجي أعمل النهاردة حماية من طرفي ما بين دولتين فبنسيب حاجة اسمها احنا بنسميها العسكرين الأرض الحرام الأرض الحرام اللي هي إيه إن اللي بيقع في النص في الحتة دي مهرب متسلل بيبقى كده في صلقته ملقط يعني ده يشده وده إيه No Man's Land بالضبط يا فغل هنا ده اسمه بقى فين ما بيننا وما بين إسرائيل ما بيننا وبين فلسطين التاريخية اللي هي قطاع غزة محور فلاديل في مين اللي أطلق عليه الاسم ده لاح تليل أطلق عليه الاسم ده في مرحلة اللي هي اشتقاقا من الملحق الأمن لاتفاقية السلام طيب المنطقة دي تليه 20 وليه 100 تبقى لطبيعة الأرض تبقى لطبيعة الأرض في أحراش في حاجات طيب لما نجي نتكلم زمان بقى على قديمه هنجد إن المنطقة بتاعت الحدود من نقطة البحر في رفح وانت نزل حضرتك بنمشي حوالي 2-3 كلم وفيش سكان دي كانت مستوطنات كانت رفح يم زمان وده تمشت مع شهرون في 2005 كانت مستوطنة في المنطقة دي اللي هي المنطقة الملاصقة للبحر لما تيجي تنزلي بقى تحت حضرتك تلاقي رفح الكبيرة اللي هي كانت رفح المصرية والفلسطينية حضرتك السلك في الحتة دي أقل من 20 متر كانت الناس بتكلم بعضها في الشباك الناس بترمل بعضها الجوابات والرسائل لما كان الاحتلال بيشدد إجراءاته على قطاع غزة لكن لما نيجي جينا بقى بعد فترة لما استولت حماس على السلطة في 2007 الجانب الإسرائيلي هنا وده من نقطة اللي أنا عايز برضو أشرحها للموقف المصري صلب وصامد ومشي يفرط في القصة دي أن المقاومة لما بدأت تشتغل على الجيش الإسرائيلي وتضغط بالعمليات علشان الجيش الإسرائيلي ينسحب من قطاع غزة كان بيتم استهداف أن قاتل الجيش الإسرائيلي اللي كانت في المحور يعني الجيش الإسرائيلي مش أول مرة هيخش المحور الجيش الإسرائيلي كان طوله عمره موجود في المحور لأنه كان الدولة المناظرة لنا تبقى لاتفاقية السلام وتبقى للحل النهائي بالنسبة لنا والترسيم في 82 إذن حضرتك الوضع الحالي إيه؟ إن لما الجيش الإسرائيلي انسحب ومشي حلت محله حركة حماس حركة حماس حركة حماس النهاردة الجيش الإسرائيلي بيتكلم في إيه؟ بقول أنا هو وجد نظره كقوة احتلال أنا محتل لقطاع غزة أنا بعمل صور سلكة على مسافة أو يعني أو نطاق من السلكة أو بنسميه منطقة أمنة بعمق كيلو هو بيعملها من شمال القطاع وشرق القطاع هو ماشي بيعمل كده وبيخدم البيوت في كل المناطق يعني حدود قطاع غزة بس هو بيعملها هنا على الحدود دي ولا على حدوده مع مصر لا بيعملها في كل الحدود فاضل حدوده مع مصر هو عملها في الشمال وعملها في شرق القطاع بالكامل بعد أحداث سبعة أحداث سبعة كان فيه سلك اللي هو سلك الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل هو دخل جوه كيلو وبيعمل نطاق جديد بعمق كيلو وده اللي بيفصر عملية الهدم الممنهج للمباني المتخمة للحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل فكرة نتانياهو أو فكرة الجيش الإسرائيل مش فكرة نتانياهو هي فكرة الجيش الإسرائيل الجيش الإسرائيلي عايز يعمل عملية إحكام سيطرة على كل الحدود بتاعة قطاع غزة عشان ما تتكررش فكرة التسليح المهول اللي موجود لدى حركة حناس فماذا تريد إسرائيل أن تفعل فيه محور فلاديلفي؟ إسرائيل بتقول أنا عايز أرجع محور فلاديلفي لأن أنا كنت فيه أنا كنت فيه لكن هنا نقطة كانت خطيرة جدا ونقطة كانت مهمة جدا في 2005 إسرائيل مشت انسحبت في 2007 من المحور يعني الانسحاب أحد الجانب أيام شارون لم تخلي إسرائيل المحور إسرائيل أخلته في 2007 نتيجة هجمات المقاومة طب فترة الاشتباك ما بين إسرائيل والمقاومة أنا هفكر حضرتك بقاعدة إن كان عندنا جنود شهداء نتيجة الاشتباك ما بين الطرفين فأنا النهاردة مصر عشان أحمي الأمن القوم بتاعي ما وجدش زريعة قدام الجنود بتاعتي إن في قوتين بيتنافسوا أو بيتصرعوا في قطاع غزة عشان كده إحنا بنرفض الانسحاب بنرفض عشان الناس تفهم إحنا بنرفض ليه لازم نخرج فاصل ونستكمل بعض الفرصة شكرا نعود مرة أخرى مع العميد محمود محيدين وبينما نحن نتحدث إحنا بنتكلم على فيه ضربات أمريكية بريطانية تشنها قوات مشتركة على أهداف للحوثيين في اليمن المصادر الأمريكية تقول 30 غارة أمريكية استهدفت 10 مواقع للحوثيين في اليمن تكمالا للحركة بتقول عليك بالضبط يا فنم الحوثيين عملوا عملية إعادة نشر الأسلحة بتاعتهم وللسيدات كله بقى في خليج عدن وفي منطقة البحر العربي وده من شأنه أنه يعرقل بصورة أكبر مناطق الانتظار اللي كانت بتتواجد فيها السفن في هذه المنطقة النقطة التانية حضرتك هناك أفكار بريطانية أعلن عنها على فكرة إعادة السيطرة على منطقة بحر العرب وخليج عدن مرة أخرى باعتبار أن بريطانيا في يوم الأيام كانت دولة احتلال في هذه المنطقة وكان لها قواعد عسكرية في عدن بس ليه يعني توسيع الرقعة للضرب مش بس في العراق وسوريا ولكن ضرب الحوثيين بهذا العنف وبهذه الشدة هل ده سيؤثر على فتح باب المندب وتأمين المنطقة طبعا هيأثر بكل تأكيد هيأثر لأن استخدام القوة العسكرية بهذه الكسافة في هذه المنطقة بكل تأكيد شركات التأمين في العالم من اللي بتأمن عملية المرور البحري هيكون لها طبعا رفض كبير جدا أنها تؤمن الوحدات البحرية في إطار التجارة العالمية أنها تمر من هذه المنطقة الخاطرة على وجه التحديد ومسؤولون أمريكيون ده نقلا عن الجزيرة بيقولوا الجولة التالية الانتقامية لمقتل الجنود في الأردن مستمرة في هذا التوقيت بينما نحن نتحدث في اليمن بالضبط يا فنم أنا بتصور أن الضربة الحالية هي ضربة مجمعة حيتم في إطارها أيضا استهداف بعض المناطق في سوريا واستهداف بعض المناطق في العراق ماذا يحدث في إسرائيل في الدقائق القليلة البقية ماذا يحدث داخل إسرائيل؟ هناك أزمة شديدة جدا في إسرائيل اليمين الإسرائيلي بيرفض تماما سحب الجيش من قطاع غزة والجيش بينسحب فعلا في لقلال هذه المرحلة لأنهما بيجهزوا لمنطقة الجبهة الشمالية الصدام الشديد الآن ما بين اسمو تيريتشو بن غفير في جهة دول المتطرفين الحزبين اللي هم بيمثلوا المستوطنين اللي في الضفة الغربية ودول الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية ودول اللي بينادوا أيضا بإعادة المستوطنات مرة أخرى لمنطقة قطاع غزة على الجانب الآخر هناك ما يسمى اتلاف المعسكر أو حزب المعسكر اللي هو بقيادة وزير الدفاع السابق بني جينتس ومعها واحد اسمه جدعون سعر ومعها واحد كمان اللي هو جدي أزنكوت جدي أزنكوت أفكر حضرتك ده اللي كان رئيس أركان جيش الدفاع السابق اللي ابنه قتل في اللواء المظلي وابنه أخته قتل تاني يوم أثناء هم الاتين قتلوا في عملية واحدة كانوا بيحرروا تلات رهائن وفشلوا فهذا الرجل برغم الوفيات اللي عنده في الأسرة صوته عالي جدا وموسوق في إسرائيل لأنه من أبطال إسرائيل من وجهة نظرهم وكان في يوم من الأيام قائد اللواء الجولاني وكان في يوم من الأيام رئيس الأركان هذا الرجل تسقط يا فندم حكومة نتانياهو هذا الرجل قال كلام خطير بالأمسة حضرتك قال لو إسرائيل أعلنت إنشاء حكومة عسكرية في قطاع غزة هننسحب من مجلس الوزراء اللي أنشئ للحرب أو مجلس وزراء الطوارئ اللي هو الكتلة بتاعتهم كتلة المعسكر 18 عضو كنيسة بيسندوا نتانياهو وعرضوا على نتانياهو أن بنغفير واسمو تيريتش يخرجوا من الحكومة وهم هيوفروا له يعني حماية من السقوط في الكنيسة وهيدعموا حكومة نتانياهو أنا بتصور أن بلينكين من ضمن إجراءات زيارته هو تنسيق إخراج المتطرفين من حكومة نتانياهو إن استطاع إن استطاع ليه لأن العامل القادم هو عامل انتخابات الأمريكية وبيدن مش مستحمل أي أنواع من أنواع الفشل خلال هذه المرحلة فالسياسة الخارجية الأمريكية بتسعى الآن أن حتى نتانياهو يستمر كرئيس حكومة ولكن لإتلاف الحكومة في إسرائيل يتم استبعاد المتطرفين منه من أجل تمرير تمرير حضرتك المشروعات الأمريكية ونقطة أخيرة حقولها بسرعة قبل سؤال سيادتك إن فكرة إن نتانياهو أو المفاوضات اللي تمت في باريس تمت فيها نقطة في منطقة الخطورة اللي إحنا ننتقل من فكرة إيقاف العمليات مرة واحدة إلى منطقة الهدن منطقة الهدن هي عملية تعويم للحكومة الإسرائيلية من السقوط لأن لو قلنا وقفت الحرب حينسحب بين غفير واسموتريتش اللي هم المتطرفين وتسخط حكومة تانياهو ويصبح الجيش الإسرائيلي بلغ طاء سياسي وتصبح لعملية برمتها في حكومة مشتولة حكومة منهارة لا يمكن التوافق مع أي حد معاه وقتي خلص لكن سؤال الأخير يعني ماذا يحمل بلينكين إلى المنطقة يحمل بلينكين أولا فكرة إنجاح ما حدث في باريس تخفيض التوتر ما بين إسرائيل وحزب الله الضغط على حكومة ناتانياهو أن يكف المتطرفين عن استصارة الدول الجوار خاصة مصر والأردن النقطة الثالثة الأخيرة حضرتك اللي جاي عشانها كلينتون هو فكرة بلينكين هو جاي علشان خاطر الجيش الإسرائيلي ارتكب العديد من الجرائم ولم يعود في إمكان الحكومة الأمريكية إعطاء إعطاء سياسي أكتر من هذا هذه الزيارة سيتحدد فيها توقيت إيقاف العمليات أول هدنة سيتم إقرارها حضرتك لن يكون بعدها عمليات مرة أخرى وأنا عايز أقول لحضرتك الضغط بتاع بلينكين قد يعفي محافظة رفح من دخول الجيش الإسرائيلي عموما هنتابع ما يحدث مع زيارة بلينكين هذه الزيارة الخامسة مثلا للمنطقة ساتة لساتة الزيارة ساتة الزيارة يعني خلينا نشوف ماذا سيحدث وأيضا ويعتزمن معها أيضا زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية وهي معناية بالشأن اللبناني بالدرجة الأولى حضرتك والتنصيق ما بين الطرفين بكل تأكيد قد يعفل منطقة من الانفجار لأن المنطقة المرشحة للانفجار هي منطقة لبنان مع إسرائيل لأن نقطة الخلاف كبيرة جدا وفي الفترة تضرب الأمريكي على العراق وسوريا حزب الله بدأ ينشط العمليات وبدأ حزب الله يستهدف قوات نوعية ويستهدف تجمعات للجنود وقارب على السيداف المدنيين وبرضه أنا بأكد على فكرة حضرتك أن حزب الله هو حزب ولائي هناك أحزاب ولائية خطيرة جدا بتتبع مرشد الدولة الإيرانية ومرشد الثورة بأكد عليهم تاني الحوسي ولائي حزب الله ولائي حزب الله العراقي ولائي النجباء ولائي وهم دول الأشرس والأقدر على تفجير المنطقة لو أرادت إيران ذلك شكرا سيد العميد محمود محيددين القصف الأمريكي البريطاني مستمر ومستهدف لمديريتين اللحية والصليف بالحديد الصليف بالحديد بالحديد في اليمن بينما نحن نتحدث الآن ضربات أمريكية بريطانية على يعني مواقع في اليمن بشكرك وبشكركم أعزائي المشاهدين نتقبل بكرة بإذن الله هذه الأميسة الحديث أسبوعنا خيرا ترجمة نانسي قنقر